شوفوا أقول لكم شيء التفاؤل وطول البال هذه تربية وهذه من كسب الإنسان يعني الإنسان بإيده يستطيع أن يكون عصبي ويستطيع أن يكون حليم الإنسان بإيده يستطيع أن يكون متشائم ويستطيع أن يكون متفائل ما معنى بإيده يعني أقصد بقراره وهذه ترى نقطة مهمة جدا وإحنا يعني تربينا عليها وأنا أعتقد هذه تربية خاطئة شون تربينا عليه حنا تربينا على شيء اسم الإسقاط إيش يعني الإسقاط الإسقاط اللي هي مثل الشماعة يعني مثلا أعطيكم مثال ابني أنا أخذ قلاس الماء هذا وسكب الماء على الأرض عصبت أنا تمام جاني شخص قال لي أنت ليش عصبت شو جوابي أنا عصبت لأن ابني سكب الماء على الأرض الجواب هذا غلط مو صحيح مو صحيح أنا ربطت عصبيتي بسوء تصرف ولدي هذا مو صحيح هذه شماعة هذا إحنا نسميه إسقاط أنا تقصيري وأخطائي قاعد أسقطها على الآخرين طيب ما هو الصحيح؟ الصحيح من اتخذ قرار العصبية؟ من؟ أنا؟ إذن أنا أتحمل مسؤولية العصبية ابني ما لا علاقة في الموضوع ابني ما لا علاقة في الموضوع بس إحنا تربينا دائما أنت السبب أنت السبب فلان عصب ليش معصب؟ والله أنا زوجتي عنيدة فأنا عصبت وإش دخل هذا بهذا؟ ما فهمت أنا هي زوجتك عنيدة أنت ليش معصب؟ فلان عصبت أنت ليش عصبتي؟ والله زوجي شتمني فعصبت ما لا علاقة؟ ما لا علاقة؟ هو شتم هو مخطئ أنا عصبت هذا قراري فلا تحطون الزوج شماعة الزوجة شماعة الطفل شماعة تعرفون إحنا شاكنا نسوي؟ إحنا كأننا قاعد نقول إحنا الوحيدين اللي ما نخطئ وحتى لما إحنا نخطئ ترى أنتوا السبب هذه إحنا قاعد نسويها على المستوى التربوي وقاعد نسويها حتى على المستوى التاريخي يعني الآن أني مثلاً على أي قضية من القضايا أي قضية فشلنا السياسي في أي مكان أو في أي دولة عربية لما نناقش الفشل السياسي شنجاوب؟ نقول إيه أمريكا هي اللي تخطط ضدنا والدول الكبرى هم اللي يبون يفشتتوننا ويدمروننا شوف نفس فكرة الإسقاط والشماعة الجانب التربوي هي نفسها في الجانب السياسي خذوها في الجانب الاقتصادي نفس الشي لما أي أنا أشتكي من عدم وجود دخل عندي ماي أقول والله السبب فلان والسبب فلان والسبب فلان والسبب فلان هذا الكلام اللي أنا قاعد أقوله لكم هو عكس منهج القرآن القرآن ماذا يقول قل هو من عندي أنفسكم لما أي أنا أعصب على ابني هو أنا لمعصب فأنا لا أعلق الشمع على ولدي قل هو من عندي أنفسكم معناتها نحن السبب فأنا لما أقول أنت السبب شوفوا خليكم معي أما أقول أنت السبب أنت السبب أنت السبب أنت السبب أنت السبب كم أصبع رايح لك صبع واحد رايح صاح شايفين صبع واحد وكم صبع جائلة عندي أنا ثلاث أصابع إذن من السبب أنت السبب ولا أنا السبب أنا السبب ثلاث أصابع باتجاهي أنا إذا المنهج القرآني دائما يخلي الالتفاق للذات وإني أنا أصلح عيوبي وأنا أصلح مشاكلي إذا عندي مشكلة تربوية أنا السبب عندي مشكلة سياسية أنا السبب عندي مشكلة اقتصادية أنا السبب عندي مشكلة إعلامية أنا السبب عندي مشكلة في البيئة أنا السبب الإنسان هو الأصل لذلك هو خليفة الله في الأرض هو الخليفة إذن قل هو من عندي أنفسكم إذن ما في شيء اسمه إسقاط تمام؟ فيا أختي اللي سألت قضية التفاؤل أنا أقول أنت اشتغلي على نفسك واللي سألت في قضية الصبر أنا أقول أنت اشتغلي على نفسك وإذا تحبون تدخلون على قناتنا على اليوتيوب دكتور جاسم تيفي أنا متكلم في عندي حلقة كاملة عن التفاؤل وكيف الإنسان يكون متفائل وعندي حلقة كاملة عن الصبر وعدم العصبية عدم العصبية عندي ثلاث أربع لقاءات ممكن تشوفونهم في اليوتيوب طيب ناخذ سؤال من اليوتيوب يلا أمسا أخذنا من الفيسبوك الحين اليوتيوب عندي ولد عمره ثمان سنوات يعاني من طيف التوحد وأنا أتعالج من انهيار عصبي من ثلاث سنوات والحقيقة يعاني كثيرا عصبيته ومن عصبيتي بس لحظة شوية دقيقة يعني أنتم الحين كلمتيني عن طيف توحد وكلمتيني عن انهيار عصبي يعني المصطلحات هذه أقرب إلى تخصص الطبي والنفسي فأنا أفضل الأختي اللي قاعدة تطرح هذا السؤال لو تستشير طبيب أو تستشير المختص المشرف على ولدها اللي عنده طيف توحد ممكن يساعدها أفضل مني أنا لأنه أولا أنا ما قاعد أشوف الحالة ثانيا هذا مختصاصي وأنا ما حب أتكلم في شيء أنا ما نفاهم فيه أنا حب أتكلم في شيء أنا فاهم فيه فأقدر أفيد وأستفيد أما شيء مفاهم فيه ما أفضل فناخد السؤال غيرة بنتي طول الوقت تمشي بالبيت ولما أسألها ليش ليش طيب شو تقول بالله آه آه راح السؤال عليه ماشي والله راح السؤال طيب يلا ناخد السؤال غيرة بنتي عمرها ست سنوات وما فتحت موضوع ما فتحت موضوع الإسلام ولا الله معها هل حان الوقت أم لا طبعا 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 كيف كيف ما تفتحين موضوع هي حين عمرها ست سنوات أكيد شافتك أنت تصلين شافتكم تصومون أكيد سمعتك يوم الأيام تقول لا إله إلا الله أكيد أكيد شافتك معلقة لوحة في البيت عليها صورة الكعبة ولا صورة المدينة المنورة ولا صورة المسجد الأقصى في فلسطين أكيد يعني طيب يعني لما تشوف لوحة ولا لما تسمعك هذه فرصة أنكم أنتم تتكلمون معها بالعكس أصلا الطفل أول ما ينولد إحنا نأذن بأذونا ونقيم الصلاة مو صح فهو أول ما ينولد يسمع أول كلمة في الدنيا الله أكبر أول كلمة فلا بالعكس لازم تكلمين عن الله عز وجل وعن الإسلام وإذا حبيتي عندنا في معين ممكن نساعدك عندنا خطة تربوية نعطيش إياها وتساعدك في هذا الجانب طيب ناخذ جماعة الإنستغرام يلا يلا الإنستغرام ما عندكم خنشوف يا دكتور ولدي عمره تسع سنوات وعني جدا 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 يسمع كلامي لا يسمع كلامي أبدا 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 ما هي السالفة ليكون ملحن الأخ اللي يكتب يريد يمشي يمشي اللي براسة سمعوا مني بس طولوا باركم شوي الحين ما عندنا شيء اسم الطفل يريد يمشي اللي براسة هذه حين ما نعرفها إحنا لش ما نعرفها لأنه ترى الطفل هو إنعكاس الأسلوب هنا أقول لكم مثال لو أقول لها بابا أشرب ماي يقول ما نشارب أتابون الصج لو أنا الطفل وأنت أبوي ولا أمي بقول لكم ما نشارب لأن أسلوبكم غلط حين تقول لها اشرب الماء ما نشارب ما نشارب أنا عمري تسع سنين أنا كبير شو أنت تعطوني أوامر طيب شو الحل الحل دائما الأطفال يفضل نعطيهم اختيارين يفضل نقول لها بابا تريد تشرب الماء بارد ولا حار خلوه يختار تقول بارد طيب يشرب بارد لا باشرب حار يشرب حار وبالأخير بالنسبة لي أنا هو شرب الماء أنا ما يهمني عاد بارد ولا حار ما يهمني تلبس قميص أصفر ولا أزرق لا بلبس أزرق يلبس أزرق لا أصفر يلبس أصفر من يلبس لا أصفر ولا أزرق طيب أي لون تبي تلبس بلبس لون أبيض يلبس أبيض يوشي المشكلة عاد لما نعطي اختيارات الطفل شخصيته تتغير لكن لما نلزمه ونجبره طبيعي بيعاند هذا أمر أمر ثاني أخوة ترى ما صار يمشي لبراسه إلا شاف يا الأم يا الأبو قاعد يمشون لبراسهم فالطفل انعكاس فإحنا نغير شخصيتنا يتغير هو فالطفل مثل المرآة نغير أسلوبنا تتغير شخصيته تمام طيب ناخذ سؤال الحين من اليوتيوب كيف نجعل وعي أطفالنا وعي وحفظ أطفالنا أكثر أطفالنا ما فهمت والله السؤال ما فهمت سلام عليكم بنتي عمرها أربع سنوات عنيدة وتقوم بتبديل ملابسها تقريبا أو أكثر من ثمن مرات يعني أكثر من ثمن مرات ما اليوم تبدل ملابسها طيب يعني شو عنيدة أنا يعني السؤال شوية ما هو ما هو واضح بس شوفوا الأربع سنوات أنا جربت عندي حالات من الأطفال أربع سنوات لاحظت أن الأم والأبو لما يوجهونهم ما يسمعون كلامهم لكن لو تيبون التوجيه التربوي بقصة يقتبسونها ويطبقونها يعني شفت الحين اللي هي قاعدة تبدل ثمن مرات لو تيبين لها الأم مثلا أو الأبو قصة مثلا شو تحب هي تحب العصفور تحب الدجاجة شو تحب؟ تحب الحوت تحب ديناصور شو تحب؟ المهم أي حيوان نزين؟ تحب الجربوع خلاص نقول لها قصة الجرابيع ولا قصة الضب ولا قصة الحصان وأنه الدجاجة هذه تحب تلبس الصدقين يا ماما أنها كل يوم تلبس ثلاث مرات وحتى أمها الدجاجة الكبيرة تشوف لبسها وأبوها الديتش لما يقال ما شاء الله لبسك حلو اليوم أنت غيرتي ثلاث مرات شفت القصة هذه لو تنقال للطفلة ثلاث أربع مرات تشوفون الطفلة بدل ما تبدل ثمان مرات باليوم تبدل ثلاث مرات ليش؟ لأن الدجاجة التي تحب قصتها تبدل ثلاث مرات أكثر الأباء والأمهات يستعجلون في قطف ثمرة التربية يبي لما يعلم بلدها الحين الصدق الولد يصير صادق طول عمرها يبي لما يعلم البنت التعاون والتضحية أبد يبيها هي دائما متعاونة ودائما الضحية طول عمرها لا 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 التربية مبهى الطريقة التربية تحتاجها نكرر القيمة مرة مرتين ثلاث التربية تحتاج طول نفس التربية تحتاج صبر التربية تحتاج أني أنا أغرس القيم وغمض عيني والنتائج مع الوقت رح أشوفها في المستقبل يعني التربية حالها حال زراعة الخيزران البامبو شون ينزرع تعرفون البدرة تنحط على الأرض ويتم سقيها بالماء تخيلوا خمس سنين ما تطلع فوق سطح الأرض لكن جذورها تنزل تحت الأرض التربية نفس الشيء نحن لما نربي قاعد نأسس بس ما نشوف ثمرة تعرفون الخيزران هون تيطلع فوق الأرض بعد خمس سنين وليطلع ثلاثين صانتي ثلاثين ثلاثين لما يوصل ثلاثين متر تخيلوا التربية نفس تربية وزراعة الخيزران لا تستعجلون الثمرة ما عن الرسول إلا البلاء وخدمة معين تعينكم في حسن التربية وجودتها والصبر وطول النفس